السلام على سجدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بيسان إلى يوم الده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بهذا اليوم نبدأ إن شاء الله باطئ هذه الدروس بكيفية عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا الباب يتضح للناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا ورفضها باب ما جاء في صفة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من شمائل التلمذي رحان محمد من السيرين قال كنا عند أبيه ررة وعليه ذوبان ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخن بخن يتمخط أبوه ررة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشيا علي فيجيء جاء فيضع رجله على عنقه يرى أن بي جنونا وما بي جنونا وما هو إلا من جل هذا الحديث عن أبيه ررة رضي الله تعالى قال أنه كان عليه في العراق معلوم أن أباه ررة رضي الله جارك وعطه عليه ذوبان ممشقان يعني أنس أما أبوه ررة ما خرج عن مدينة ما خرج أك أنس ولي خرج ممشقان أي مصبوغان بالمشق ممشقان نعم بالمشق فقال بخم بخم تعجوه وهذا ما كان عليه الصحابة وكانوا لا يغسون حياة رسول الله وسيأتيكم هذا بحديث عبد الرحمن من العوف رضي الله قال بخم بخم إذا تمخض أبو هرارة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وحجرة عائشة كنت يغشى علي هناك فأبقى طريحا هناك فيجيء الجائي فيضع رجله على عنق يرى النبي شنون يعتقد النبي شنون وما بي جنون وما هو إلا من جنون وما بي من جنون ما هو الجن مغمن عليه من شدة الجن لا 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 وأبو هرارة كان من أهل الصفة الذين لا أكل لهم ولا شروا إلا ما يتين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المحسنين في آخر المسيح وهم الذين أمر الله ونبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم ومجالستهم قال سبحانه وجل جلال في سورة الكذف واصبر نفسك مع الذين يبحان ربهم بالغداة والأشي يريدون وجهوه ولا تعد عناك عنه تريد زينة لحياة الدنيا ولا تطع على أذناء قلبه عن ذكرنا واتبعه وهو مقابلهم قال عن سماكن ابن حرب قال سمعت النعمان ابن بشير وهذا هو أول مولود ولد في المدينة الأنصار بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما أشئتم لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ بطل الدقل التمر الردي أعمل أقول ألستم في طعام وشراب ماشتم ماذا تريدون من الدقل ما تريدون من الطعام والشراب تأكلون وتسلم ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخاف أن يريد فيهم قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابهم قال أين إخواننا المهاجر من الأنصار وما دخلوا في هذا النعجل لو كان خيرا لا أخروا إليه وأسيتكم في حديثة عبد الرحمن من الحوف لأحد العونياء المهاجرين قال لو كان خيرا ما أرانا أخرنا إليه قال ألستم في طعام وشراب ماشتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يبلغ بضل ما يجد من التمر الردي ما يبلغ بضل هذا عن اختياره كما أردت لكم ماضي وراودته الجبال والشوم من لهب عن نفسه فما راها أي ما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على الإصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لو لاه لم تخرج الدنيا من هذا لكن هذا الرجوع إلى أن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث طبراني لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة لما سق الكافر منها جرعة ماء لما سق الكافر منها جرعة ماء وانتحاج جاء أحد طلابه ليدعو له لأحد إخوانه كما بلغني بوجه صحيح ماغدونا فقال دعو الله لأخي أن يعطيه الله تعالى شيئا من الدنيا فكرر عليه من بيته من موهيم فقد تخاربوا هذه الدار لم تهني طرفه وهل هي إلا أقبر وجنائح فصار يكررها حتى كره المسلس فقط هذا هو الشوافر فقال دعو هذه الدار لم تذني طرفه وهل هي إلا أقبر وجنائح أنت تريد الأقبر وجنائح ما سمعنا أحدهم يبحث عن الأقبر وجنائح هذه الدنيا لا تزيل زب 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 نعم عمالك عمالك قبل ما شبع رسول الله صلى الله عنه من خبز قطون ولا لحمing إلا على طهر خمالك حم من أهل البادية ما الضفف قال أن يتناول مع الناس هذا أشار له محمد الملود في مكان ومشرب الضفف الضفف إن الضفف على الطعام يصطفيه المصطفى كثرة الأيدي على الطعام قال نبي صلى الله عليه وسلم ما شبيع مطلقا من خفز قط ولا من لحم إلا على ضفف قال بعض العلماء هذا استهنام قطع لكنه كان يكون على ضفف فلسطينم قطع لأن عادة نبي صلى الله عليه وسلم إذار الآخر عن أنه ما شبيع ما شبيع إلا على ضفف فإذا تكثرت الأيدي آذر غيره فبقي ما شبيع وهذا يفسر الحديث الآتي إن شاء الله حدثنا هارون من إسحاق حدثنا عبدته عن هشام عن عائشة قالت إن كنا ما آل محمد هذا يصبح على التخصيص يعني أخص آل محمد أو أعني آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكي شهرا ما نستوقد بنار ما يوقض في بيت يا رسول الله سلم أرمض الله ما يجنو يمر عليهم الشهر والشهرار ما نستوقد بنار إن هو إلا الماء والترم لا لا نعم لا الناس حقيقة في حاجة لنترجع إلى حياة رسول الله حقيقة الناس في الضفلات إن الآن نوع من الغفل والبعد عن الله تعالى والشغال بالنعيم والشغال بالنعيم والناس تريد أن تأكل طعاما لذلك ما تعملت الحياة تتلول حديث الطبراني قال في آخر الزمان يأتي قوم يأكلون ملونات الطعام وهذا هو الموجود الآن تجد الوجبة الواحدة فيها كم اللون أصفر وأحمر وأبيض وأدكن يعني وجبة واحدة فيها كم اللون وهذا يقولنا لو يقولنا الصحي يقولنا ناس مشغلين البطول ونحن في أنتعية الصالحين اللهم لا تجعل همتنا هممنا في بطولنا ولا في فروجنا إنما هي الآن هي همم الناس في البطول يأكلون كما تكون الأعراب ناس وجبات صباح وجبات ضحوة وجبات يعني قبل الظهر وجبات وهذه الطباء يغصحون بها وهذا كذب منه إن هي كثرة الأكل يعني تدخل الأمراض الخطيرة هو إدخال الطعام على الطعام قبل هضمه يأتي إلى الأمراض الخطيرة هلاذن هنم إمام الشبعي قال هلاذن هنم مهلكات الأنام وداعية الصحيح إلى استقامة دوام مدامة ودوام ووضع هو إدخال الطعام على الطعام هذا معروف إستدل النبو إذا قد كان لكم في رسول الله يسوة الحسد وما ينطق على الهوائن هو إلا وحيها هذا وحي محامة رب العالمين الذي خلقنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشته أكلتين في نهار واحد سرع يعني واحد يكمن أكله كمن أكله هذا صار الوقت كله أكله أكلا هذا تفريض وقت هذا تضيع وقت هذه همم البهاية عند بابا يقول همته 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 هذا الشخص الذي حالته همته همته أدنى حشرة لا همته العشرة مباشرة همته 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 الحشرات حشرات طبيعتهم تتبع الطعام ما تسقط يعني حصات من السكر ولا من الدسم إلا وتجد الحشرات مجتمعين على هذه هممه هممه الحشرات ليست هممه الصالحين هممه الحشرات وللأسف نجد العلماء يأكلون الوجبات حتى من أقبع شيء تخرج صوره يأكل في الوجبات مع الوزراء ومع أصحاب الدنيا وطوله هذا عيب هذا عيب كبير جدا رجل يخرج في فيسبوك تلفاز يأكل 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 من العقة يأكل من العقة هذه أيضاً هذه هي تقصيلات العلماء كنت جالساً مع رجل شاميم فأصدنا نتناول شيء من الطعام فقال مشايق هنا جميع لا يكون إلا من الملائع قلت له تركوا السنة لكن من الملائع يترك لنا يترك لنا فهو إن وبيح ضير السنة ومن لجسس الشماء لنواق وشهده لماذا ذكرته فترك مشايقهم السنة هذا الفائدة من التتبع زي الغرب حتى في تسليل العباس ما جعلنا لهم أيضاً يأكلون بها من تكريم البني آدم عندما تأكلوا للعقة قد تأكلوا شيء يعني حاراً يأكلوا 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 يعني تضعوا على لسانك لا تعرف ما هو هل هو شديد الحرارة فهل تموت الأيلي يعني واحد قتلته لقمة هذا عيب هذا عيب هذا عيب البطرة تذيب الفطرة معناه أن الفقهاء المشغولون بالأطعيمة مع الوزراء معناه أن لذلك أفهامهم ضاعت البطرة تذيب الفطرة من شدة رغبتهم في الضعام والشاوات يعني خلاص إدامة الشباع تقصي القلباء كذا اتقاذ الشهوات ضعباً لم يرى آل المصطفى شباعاً يومين أو زلاثة انتباعاً معناه أن هذه إدامة الشباع واتخاذ الشباعات أي شباعات فالطاحل يكون يأكل للنهار وجبات الملوك وفذلك يجالس الأغنية هذا 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 ما جالس الأغنية وقد منالوا حرص طمعهم والحص من مجلس للأغنية الخصوة من جالس الأغنية لا يزداد إلا طمعاً وحصاً على الدنيا أsterحب آسة ولا يغش هذا الكبر والرياء والحرص والطمع معنى ما بقي شيء من عيوب جريسهم أساء ما نال إلا الكبرى والرياء ولذلك يجعلونهم حقيقة لما أنالوهم الكبرى والرياء وأذلهم بعد ذلك هم أذلهم وما صاروا يتكبرنا على آخرين والأمراء يذلون العلماء أمام الجميع اجلسوا العلامة فلانا إذا قال لواحد اجلسنا أنا لست علامة لأنك أنت مأمور ولا استآمر ما هو معنى اجلسنا بحضرتكم تجلسنا هذا مأمور هذا مأمور بسبب سياسي هذا دليل إن الملوك إذا دخلوا قرية استدوها وجعلوا عزة أهلها أدلة وكذلك يفعلون من رب العالمين وكذلك يفعلون هذا ديبهم ديدنهم والليلونها كذلك يفعلون إذلال أعزة الناس وكذلك يفعلون يعني يعني يعدينوا بلقمة وتصوير هذا عيب عيب على العلماء يصوروا يقولون الطعام هذا عيب جدا عيب هاي كان وجبات يتفاخر أنا سمعتم يتحدثون عن الطعام جلست مع مجلس عربي كبير فيه ناس من شتى الفلاد وصاروا يتحدثون عن وجوات يحفظونها كما يحفظون المحدث الأساند الحالي يحفظون هذي وجب الفلان أنا تعجلت كيف هؤلاء الناس صاروا إلى درجة آلية في حفظ الوجبات ما في وجبة إلا هو يسمونها باسمها وأنا بدوي لا أفهم اسمها هذه الوجبات وحتى لا أفهم أننا أكلها لأهم قلتوا أنه ضيعتم أفهامكم ضيعتم أوقاتكم حفظ الوجبات لكن هذا ليس من تضيع مقاتل هم من تكررها عليه لأنه يوميا يكوننها مرات فليالك يقولون التكرام يعلم الحمار أكرامكم الله أن الشيء يوميا تتكرر على لسانه ولو بليد يعلم المشاهدة يوميا واحد يحفظه بدون اختيار يعني واحد يحفظه الوجبات هذا عيب على رجل يتكلم عن الوجبات ومرتاحون يضحكم كل يوم زال يوم واحد أمام يقول والله إذا سمعتم يقول زوجتي تطبخ الطبخة الولانية هذا عيب هذا عيب أنت تذكرها بالمشالس طبخة تقول طبخة وتعرف كم من تعرف كيفية الوجبة البلانية وتضعها في مكانك هذا هذا عيب العرب يقول فلان مضياء يعني إذا كان يريد واحد يفتخر يقول متأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد حطبان جزلا ونارا تأججا وإذا تأتنا تلمن بنا في ديارنا تجد خير نار عندها خير وموقف لذلك عند حطب الكثير معنا الذبائح ينبغ أن تقول زوجتي لا كنت تفتخر مضيافة كم يأتيها من الناس إذا كنت صاحب ريائم وفخر لكن واحد يقول كم تصنع لنا في اليوم من وجبات يعني تصنع لنا في الوجبات الكثيرة وجزاء الله نعم جزاء الله لكن هذا لا تذكره يعني لا تحدث بما في البيت تفعله تحت استطوره مع الزوجات ومستتراكها مع قال إمام الشر هذا عيب هذه أمور أكل أكل وشرب خاص للعائلة لا يتحدث به أمام الجميل يعني هذا سرف هذا سرف حقيقة لو كان بذلك خير كما قال عبد الرحمن بن عوه ما أخرنا له لو كان ذلك خير أنه ما أخرنا له أنت مشغول بطنك لا تتحدث به أمام الجميع ألا ألحظ وأنتم موريتانيا في غاية الفساد والله إنكم ما حد ذهب إلى الواقشوط هذا والحمد لله لا أريد به ولا أجلس به لأنناس أعوذ بالله غافظون عن الله غافظون عن الله همهم الأكل والشرب والدنيا لهم ولا أعتقدوا الكيفة إلا أنهم عاجزون ومزارون العجز فقط الحمد لله على عزيم يعني لكن ما نمى يتمنون فهم محرومون مع التمنى أعوذ بالله من هذه أعوذ بالله أعوذ بالله هو حقيقة الآن أن العالم الآن غريه سواء هم الإذن لأن العزيمة إذا وجدت كتبة على كلها إما هو متمكن من الأمر أو عازم الناس إما متمكن أو عازم المتمكنون يفسدون في الأرض والعاجزون عندهم عزم كامل ولذلك نجد واحد كان عاجزاً أمس فلما يصل إلى الدرجة فإذا هو يتجاوز الآخر مئة المئة ما كان يمسكوا إلا العز عاجز عازم فهو آذب بعض بله محروم مع العزم الكامل نية الليل والنهاء يتمنى ما يقع في ذلك المجرم ذلك المجرم يخطط الليل والنهاء لذلك تجد واحد هو الآن عندما يبني البناء هذا موجود الآن بالبناء وهو عاجز عن إكمالها مشعول فيها باب لقراجة وتصدر وباب لهنا وهذا ما كان صدر وهذا ما كان إذا كانت لدي وهذا سيكون فيه زمن طويل شيئاً فشيئاً لذلك يتمنى فهو عازم عزماً كاملاً أنه لا يبقي لذلك الذي قبله نوعاً من الفساد إلا وتجاوزه وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وعلمته رغم القوافل فلما قال قافية هجان هذا يقول علمه العوم فغمسه لما ما شاء الله النية موجودة متكاملة وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكم مناء ذلك مسرف على موجود له الحال ميسر له الأمر وهذا مسرف حقيقة حقيقة مسرف بالقلب عاجز عاجز برجاء ما بينهما إلا أن الأعمال بالنيات وأعوذ بالله هو محفظ كما قال محمد المولد يا أغنيا أنفقوا يا فقراء صبراً جميلاً فازماً تصبراً لا يجتمع فقر الدنا وعدموا نيل ذوابه غداً عليكم حرمان واحد يكون في الدنا معذم وفي الآخرة معذم خسر الدنيا والآخرة النية نية الأغنية والحال حال والمتشبع يرد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما ليست فيه كلابش لذوبه يزور واحد المتشبع بما ليست فيه كم الواحد الآن يمشي في سيارة هي عليه دنيا وكم يسكن دار وما زرت عليه الدنيا منها واحد واحد من المسلمين في أمريكا وأنتم كلكم يتمنى ذلك حال أمريكا جعل جعل ندوية وليمة بعضاء مئة ألف دولار وبعد أسبوع وأسبوعين خلال السجن والحمد لله ولي ولي أم في ولائم الآن إذا ألف دولار ومئة ألف ومئة ألف وخمسين هذا كثير حتى من هذا هو كيف يتعيش رسول الله سلم حتى تروا الفق بيننا وبين هؤلاء السلف الصالح حدثنا عبد الله بن سياد حدثنا سيار حدثنا سهل بن أسلم عن يسيد بن أبي منصور عن أنس عن نبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله سلم ورفعنا عن بطننا عن حجر ورفع رسول الله صلى الله وسلم عن بطنه عن حجر نعم أشكو إلى رسول الله سلم جوع فرفعه عن بطن حجر يريدون أن يكون يعني مقوية لبطن الثلاثة العطيفة من شدة الجوع ورفع رسول الله سلم عن حجر هذا كله عن اختيار منه صلى الله سلم كله عن اختيار منه كله عن ملك الجبال حديث مسلم جاء إلى نبي صلى الله نسيت أن أسير معك هذين الجبالين ذهبا الجبال المكهي تمشي معك ذهبا تمشي معك حيث قلت وحيث نمت وحيث بدت تكون ذهبا فأعرض عنه وراودته الجبال الشم من ذهب الناس يعتقدون أن الإمام البصيري رجلا نادح وما شعر هذا قيل لأن ناس في موريتان قالوا ذلك ولقد كذبوا فسليمان الجمل صاحب الفتوحات الإلهية الذي هو من عدته أرسخ المفسرين الإمام الشعر لو رأيتم الأوصاف التي وصفه بها لعدا تعجبتم من وصفه وصفه بالعارف الماهر شاعر العلماء إمام الشعراء يعني وصفه أو صاف الكمال ومن تأمل قصائده حتى فقط قصائده هذه الهمزية هذه التي أورد فيها من الحلوم ما لا يدركه إلا بخور العلم حتى الله ولذلك لا تجد الإمام الصاوية المفسرة دائما وشروح الحديثي من بعده لا تجد كتاب من وفارغ من الاستيجحال بكلام ذلك 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 عدم فهم في واحد لا يعرف إلا حروف الشر واحد قالوا لا يعرف إلا مفتدأ نحو كنجر رمية فسمع واحدا يحكي بفكاية ويقول مررت بي زيد قائم فقال هذا رجل يخطأ وهل ما قرأ حروف الجري قال لا هذا لعله ما تجاوز حروف الجري لكن لعله ما تجاوز قرأ البرد ولا يعرف من هو صاحب الله لعله ما دخل على كتب الحديث كبري حجر الذي مر عليه سند البرد ابن حزر إمام الحفاء ولعله ما نظره إلى السيط ولعله ما نظره إلى تفسير الصاوي للقرآن العظيم واستشاده بكلام المصير فيه هنا هناك هناك نوع من الفساد والضعف الدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رسول الله في ساعة لا يخرج فيها ليس معتاد أن يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر قال خرجت ألقى رسول الله وأنمور في وجه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر قال اجلع يا رسول الله صلى الله فقال النبي صلى الله وانا قد وجدت بعد ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيتم بن تيها رجل من الأنصار الأنصاري وكان رجلاً كثيراً نخل والشاي ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لمرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذيب لنا الماء يأتينا بماء العذب فلم يربثوا أن جاء أبو الهيتم بقربة يزعبها مبلوء أماء يتدافعها ويحملها لثقرها مبلوء تمام فوضع هذا ما جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يضمه إليه ويفديه بأبيه وأمه فذلك أبي وأمي يا رسول الله سلم ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسلت ثم انطلق إلى نخلته فجاء بقنو فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه فقال يا رسول الله سلم إني أردت أن تخيروا أن تتخيروا أنتم أو تختاروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه لأنه سيأتي كل حد يجب أن نصار أتاول يوم القيامة ضل بارد ورطب طيب وماء بارد هذا من النعيم الذي يسألون كم من النعيم نحن الآن تأتي في أول الوجبة فقط التمر أول الوجبة كان الزياب ومعها الفواكب ومعها معهم هذا فقط الرطبات قبل أن نبدأ في الزبع وقال هذا من النعيم الذي يتصر هذا ما تقدمنا قبل هذا ليس وجبة غيسية عندنا التمر فقط زياد زايدا لم يحسن خليل قال زايدا نحسن هذا زايد هذا يصبع زايد لا يحسن رطب طيب وماء بارد ورد بارد رطب طيب هذا قال نحن نتقلب فيه يوميا هذا الطلاب العلم الآن الذي يحتاجون إلى الجهن يتقلبون فيه الليلة رطب هذا من النعيم الذي يتسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد من طلق أبو الهيتم أو أبو الهيذم أبو الهيذم ليصنع لهم طعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباح النهات الدر فذبح لهم عناقا معنى صغيرة من الغنم لم تبلغ حد سنين أو جديا صغيرا من المعز خاصة فأتاهم بها فأكلوا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك خادم هل لك خادم لنقلنا ماضيا وما كان لهم خادم النبي صلى الله عليه وسلم يشكر القليل ويجاثر كثير لا بدنا تعلمنا هؤلاء الأنصار يزيرون على أفصهم ولو كان بهم حصاصا فذبح لهم عناقا أو جديا فأكلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأتي نبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ذلك فأتاه أبو الهيذامي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما واحد عبداني قال اختر منهما واحد فقال يا نبي الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتم خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا اسمعوا النساء الصالحة ستتهم قصة مرأة صالحة حتى تعلموا ما يعرف عن النساء الصالحات مع الأزواج الطيبة حضروا أذانكم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوفر بذات الدين تريبت الله تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ففر بذات الدين تريبتها من رزقه الله زوجته صالحة فقد عانه على شطر دينه فليتق الله بشتغلها اسمعوا النساء الصالحات استوصي به معروفا استوصي به معروفا استوصي بهذا العبد معروفا اهتم به ولا تحمل ما توق واهتم به واحسن إليه فجاء به إلى مرأته فانطلق أبو الهذم إلى مرأته فأخبارها بالقول يا رسول الله عليه وسلم فقالت مرأته ما أنت ببالض ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا ستجعله يخدم وتطيع الطعام والشرب هذا واجب على كل عبد هذا واجب لكل عبد اسمعوا النساء الصالحة نحن الآن إذا جاء ستقول له قدمني أنا والأولاد لا تترك للفقراء والمساكين شيئا وأتعبتنا من الإعطاء الليل والنهاء وأتتنا وهؤلاء الأولاد سيموتون جوعا وأنت أولادك شعة غوبة وأولاد الناس الآخرين يعني أحسنوا ذيابا من ذياب أولادك وأنت قاعد أنت زوجتك ليست لها سيارة خاصة للأولاد وأنت لا تسوق ما عندك سيارة والدنيا كأنك في يوم محسن كان عتاب تعاتبك كأنها صارت تعتقد أنها رب العالمين تعاتب كان عكست الوضوء قالت لو ما أنت ببلغ لا يكمل مصيات الرسله إلا إلا أعتقد أتعبوا اسمعوا معناه أن ما تقول اقتري لنا عمينا واتنا بحبد الآمن هذا لا يكون ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرد سائله حتى تأتيه بالعبد الآخر هذا هو حرفة الإسان فقال فهو عتيق الرأي جيد هذا الرأي جيد إذن أنا خلاص أنت لا تريدون الخدمة واته خلاص انشاء الله أنت عتيق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعذ نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان اسمعوا هذا ما معناه نبي طالة خيم ما لم يبعذ نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تمره بالمعروف وتناه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا أهل الله لا تترك لا تقصر في نوع من الفساد بطانة هذه بطانة الأغنية بطانة ملوك الدنيا لا يألون خبالا لا يألونكم خبالا صفة المنافقين أهل الله ومن يوق بطانة السوء فقد وقي أهل الله من وحفظه الله تعالى من بطانة السوء فقد حفظه من الشعر فقد وقي من جالس جالس من جالس جالس هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا على دين خليله فليهم مراحدكم ومن يخلق مزوجه يا خص الأصدقاء اللحن فإذا كانت صيئة في الليل والنهار ولو أنك لا تسمعوا كلاما لا بد أن تؤثرها بشيء لا بد أن تؤثر عليك بشيء لا بد أن تؤثر عليك شيء الزوجة الصالحة خيرهم كثير خيرهم كثير والزوجة السيئة هذه أجال الله الصعب الوضع الصعب من بقي في العراق طيلة حياته سيبقى رجل في عراق طيلة حياته لا يستقروا عندما يرجع يرجع على الفتنة وعندما يخرج على الفتنة إن كان رجلا طيب إن كان رجلا طيبا فهو فين انتصر وإلا كما يقول الشخص صبيه هذا هو العامل كما في آخر الزمان من أشراط السعات أن يعقى الرجل أباه أن يعقى أمه ويطيع زوجته ويعقى أباه ويطيع الصديقات أريدك قصة ولا أريدك أن تقولها لأحد قال ما لنا أحد نقول له شيئا هنا سنة أحد نخبره بشيء سبحانك اللهم وبحردك يشهد أن لا إله إلا أن تأستغره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي بجاه من هنا ذكرته فحققنا كل ما رجعته رب بجاه من هنا ذكرته فحققنا كل ما رجعته فحققنا مطلب الآباء والصحب والإخوة والأبناء وحققنا مطلب الآباء والجمع والإخوة والأبناء وافتح لنا مفاتح الخيرات دينا ودنيا مدة الحياة وافتح ويسر وارفع البلايا واغفر لنا يا ربنا الخطايا يا ربي يا ربي أنرنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا قمنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة الصالح والمسكين واجعل لها بين البلاد صولا وحرمة ومنعة وغولا واجعل من السر غصون حزا واجعل من السطر الجميل سترا واجعل بصاد وبقاف وبنون الفحجاب من وراها يكون واجعل بنينا فطلا صلحا وعولما عاملين نصحا واجعل بنينا فطلا صلحا وعولما زاهدين نصحا واجعل بنينا فطلا صلحا وعولما عاملين نصحا واصلح اللهم حال الأهلي ويسير اللهم جمع الشملي واصلح اللهم حال الأهلي ويسير اللهم جمع الشملي اللهم أدنا فيمن هديك وعافنا فيمن عاديك وتولنا فيمن توليك وبارك لنا فيما أعطيك وبارك لنا فيما أعطيك واخنا وكفنا شر ما قطيك واخنا وكفنا شر ما قطيك إنك Eagle &けて ودخل على عليك إنه لا يذل من وليت وليعز من عاديت تباركت ربنا وعليك ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة أنك أنت الوحى اللهم إنا نسلوك في الى الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت فتنة بالناس فقضنا إليك غير محسون اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا همّا إلا فرشت ولا ضغالا إلا هديت ولا ضغالا إلا هديت ولا مجاهلا إلا علمت ولا مريضا إلا شفيت ولا أعزبا إلا سوشت ولا فقرا إلا أغنيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك لضمر فيها صلاح للغة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمِّر اللهم ما عداء الدين ودمِّر اللهم ما عداء الدين ودمِّر اللهم ما عداء الدين ونصرنا على القوم الظالمين ونصرنا على القوم الكافرين ونصرنا على القوم الضالين ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإتقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أغدامنا وثبت أغدامنا وثبت أغدامنا وثبت أغدامنا ونصرناها للقوم الكافر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرّف القلوب يصرّف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرّف القلوب يصرّف قلوبنا على طاعتك اللهم أغفر لنا ولبنا ومشايخنا اللهم أغفر لنا ولوالدنا ومشايخنا يزال الله عنا بالخيرات يا إمة لنا نقل العلوم نقل موسى السلام يزال الله عنا بالخيرات يا إمة